أبل أن نبدأ الفيلم انساش تعملات الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابع معينا أقوى أفلام الرعب بيبدأ الفيلم عن مربية أطفال اسمها جريتا وهي في الطريق على بيت طفل جديد والواضح أنه بيكون كمية جدا عليها مع الوقت بتنزم من العربية وبتلاحظ أن آخر دور في المكان شكله محروق فبتدخل على الأسر عشان تقلع الجزمة على الباب وللأسف مش بتلاقي حد يقابلها في الأول فبتطلع على الأودة بتاعت الطفل وهنا بيظهر مايك عامل التوصيل بيحاول يتعرف عليها ويتكلم شوي عن الأسر اللي هتقعد معاهم الفترة اللي جاية لحد لما بتوصل الأم على المطبخ وبتسألها عن الجزمة بتاعتها وهنا طبعا بتكون محرجة وبترجع تاني على الباب عشان تاخد الجزمة ومش بتلاقيها فبتكون مش مهتمة ومش فهمة حاجة بتقول لها أن برامز أكيد بيلعب معاها مش أكتر لحد لما الأب بيطلب منها أن هي تقابل الطفل وهنا بتستغرب أن هي دمية خشبية بعدها بتشوف مايك بيدخل على الصالح عشان يسلم على برامز وبتعرف أن الموضوع شكله حقيقي فبتحاول أن هي تاخدهم على قد عقلهم وهنا بتحاول الأم أنها تعرف أكتر تفاصيل حياته وللأسف بيصحى من الساعة 7 الصبح عشان يغير الهدوم بتاعته وأنه بيحب الروايات جدا ولازم يسمعه ومشغل الموسيقى ولازم تقروله بكل هدوء لحد لما بيخلص اليوم على كده وبتقول لها كل حاجة وبالليل بيوصلوا مع بعض على القد عشان يصلوا وأخيرا بتقول لها أن برامز موافق عليها عشان تحضنها والواضح أن هي كانت مخبية حاجة هنا بتحاول جريتا أن هي تتكلم مع صاحبتها وده عشان تقول لها عن اللي حصل نعاها النهاردة وللأسف ما فيش شبكة في الموبايل بتاعها وأن التفلع عبارة عن لعبة بلاستيك مش أكتر وللأسف لازم تستنى كم شهر لحد لما تجمع فلوس وساعتها ترجع تاني على البيت في الوقت ده بتعرف أن حبيبها عاوز يعرف مكانها لكن جريتا بتطلق منها ما تعملش كده لأنها محتاجة أن هي تبعد عنه شوية تاني يوم الساعة 7 بيحاول والد برامز أن هو يخرج من البيت مع براته وبيعرفها أن هو هيقعد في المكان ده لوحدها وهنا جريتا بتكون مستغربة أن الأم بتودعه وبتعتزل لها وطبعا مش فهم السبب لحد دلوقتي فبيتحركه على برة بعدها جريتا بتكون خايفة من شكله وبترميع على الكرسي وبتحاول أن هي تحط على الملاي عشان ما تشوف شكله وبتطلع على القوضة عشان ترتب حاجتها بالليل بتكون قاعدة لوحدها عمالة تشرب لحد لما بتروح على المطبخ وهنا بتسمع أن الغطب يكون تشال من عليه وطبعا بتكون قاعدة لوحدها فبتكرر أن هي ترجع تاني على الكرسي في القوضة وده عشان تنام وبتسمع بعدها صوت غريب فبتقوم عشان تشوفه بتلاحظ أن الصوت بيكون جاي من اللوحة وأول لما بتركز أكتر جواها هنا بتصحى من النوم وبتعرف أن هو كان كابوس مش أكتر فبتروح على القوضة بتاعت الطفلة بسرعة عشان تشوفه وبتلاحظ أن فيه دموع نزلة من عينه وطبعا مش فهمة إزاي بس قبل ما تتجنن بتعرف أن هي ميتة المطر ونزلة من السقف فبتحاول أن هي تفتح باب العلية وده عشان تنشفها ومش بتعرف وفي الوقت ده بتوصل المكالمة على البيت وأول لما بترد مش بتلاقي حد بيكون موجود وبتكون مش فهمة اللي بيحصل أصلا وهنا مايك بيوصل على البيت مع الطلبات بتاعت الشار وأكيد بتستغل الفرصة عشان تسأله عن الدميا برامز فبياخدها على المقابر بتاعت البيت وبيقول لها أن الطفل مات لما كان طفل صغير من عشرين سنة بسبب حريق كبير في المكان وبعد موته فترة صغيرة ظهرت الدميا دي في الوقت المناسب وده عشان للأسرة تتعامل معاه على أساس أن روح ابنهم بتكون فيها في الآخر بيطلب منها تخرج معا بالليل عشان يتعشوا مع بعض ويتريع دماغها تقرر أن هي تقفل الباب عشان تدخل الحمام ومش بتركز أن في حد بياخد منها الفستان والسلسلة وكمان حد أصص حتة من شعرها بتفضل تدور في الهدوم ومش بتلاقي حاجة لكن بتشوف أن باب العلية أخيراً اتفتح لوحده وبتطلع على هناك بسرعة وبتفضل تدور على أي حاجة ومش بتلاقي هاي حاجة غريبة في المكان لحد لما الباب بيقفل عليها وبتفضل محبوسة بعدها بيوصل مايك على البيت عشان يخرج معاها فبتفضل تندع علي بأعلى صوت وللأسف بيش بيسمع صوتها وبعدها بتلاحظ حركة غريبة في العلية لحد لما بيصد خيال راجل بغريب من قدامها فبتوق على الأرض عشان تفكد الوعي تاني يوم بتصحى من النوم وبتشوف أن الشخص اللي كغوفها كان عبارة عن بدلة متعلقة على الحيطة فطبعاً بتفضل تضحك على نفسها وهنا بتشوف سؤال الطفل برامز مع أسرته وكمان بنت ما تعرفش هي مين لحد لما الباب بيتفتح تاني وبتنزل بسرعة على الصالة هنا التعليمات بتوصل على مايك وده عشان يجي ويتطمن عليها وبتبدأ أنه تحكي معاه كل حاجة حصلت انبارح وبيشوف ورقة التعليمات بتاعت الدمية فبيكون مستغرب من حاجة زي كده وبتقوله أن ده اليوم بتاع برامزة هيمشي ازاي ولازم تعمل كل المكتوب بيحاول أنه يلعب معاه شوية عشان يخرجها من التوتر وبيتكلم عن حياة الطفل برامزة شوية وأنه كان محبوب وسط الناس لكن الناس تانية كانت بتقول أن الطفل ده غريب جدا ومحدش فاهم منه حاجة لحد لما بتلاحظ أن فيه مايكات في البيت وهنا بنعرف أن الطفل بيكون سامع كل حاجة من خلاله وهنا بتتكلم تاني مع صاحبتها وبتقول لها أن صاحبها عارف مكانها بتقرر أن هي تنام مرة تانية وبعدها بتصحى على كابوس مرعب وبتتحرك في القودة بتاعتها فبتلاحظ أن الجزمة بتكون موجودة وبعدها بتروح على برامزة عشان تشوفها على السرير وجنبه الورقة بتاعته التعليمات فبتخاف جدا وبتروح على القودة بتاعتها في الوقت ده بتسمع صوت الموبايل بيرن عليها وبتسمع صوت التفلة وبتلب منها تلعب شوية على القودة لكن طبعا بتفضل تعيط بسبب الرعب اللي شافيته وبتلاحظ خيال حد واقف قدام القودة وحد بيعرفها أن هي لازم تسمع الكلام بعدها بتفتح الباب عشان تشوف الفطار على الأرض وبتفهم أن الدمية فعلا فيها روح ولازم تسمع الكلام بتروح على القودة بتاعتها عشان تقوله أن هي تنفس كل اللي مكتوب وفعلا بتعمل كده عشان ترتاح من الحوارات في نفس اليوم الأم معجوزة بيحاول أن هم يكتبوا رسالة الوضع لابنه وبيتحلقوا على البحر عشان ينتحروا بعدها وتاني يوم جريتا بتبدأ أن هي تمشي على التعليمات بتاعت الدمية والحياة بتكون أسهل من الأول بكتير وبتسمعوا الموسيقى اللي بيحبها فمايك بيكون مستغرب جدا من اللي شافه خصوصا أن هي بتعلم العزف للدمية فبيطلب منها يتكلم معاها بيقول لها أن الرسائل وصلت عليها والقبض كمان فبيحطهم على الصفرة وبعدها بيرجع على المطبخ وده عشان يتكلم مع جريتا هنا بيطلب منها يخرج معها بالليل فبتقوله أن هي مش هتقدر تعمل حاجة زي كده بسبب الدمية ولازم تفضل معاها طول اليوم عشان تنفذ التعليمات فبيخرج بره البيت وهو زعلان وبتحاول جريتا أن هي تطلب من الدمية ما يعمل أي حاجة عشان تعرف أن هو سمعها للأسف مش بيحصل منه حاجة غريبة فبترحها للزبال عشان ترمي الأكل بتاعه وبتستغرب أن الدمية بتكون تحركت من مكانها بتتصل على مايك عشان تقول اللي حصل وأن الدمية فعلا بتتحرك لكنها مش بتعمل كده قدام الناس وبتحطها في القوضة وبتعلم على مكانها وبعدها بيطلعوا من القوضة عشان يسيبوا الدمية لوحدها وبعد شوية بيرجعوا تاني عشان يتطمنوا عليها لكن للأسف بتكون لسه في نفس المكان هنا بتطلب من مايك أن هو يدلع فرصة تانية مش أكتر لحد لما بتعرفوا أنها ممكن تمشي من البيت وده لو ما سمعتش الكلام بتاعها وفعلا بتخرج من القوضة والمرة دي لما بيدخلوا على المكان بيعرفوا أن الدمية فعلا تحركت فبتحاول أن هي تتكلم معاه وده عشان تفهم أن السبب ده مش طبيعي بتحاول تعرفوا أن الروح ممكن تكون سكنت في الدمية مش أكتر وده عشان يفضل مع أهله طول اليوم وأن هي فقدت ابنها لما كانت حمل بسبب خطيبها فرانك وفي الوقت ده كانت متعصب جدا وفادل يدرف فيها لحد لما فقدت الطفل فبيرجع تاني معها للبيت وده عشان يفضل معها النهاردة بعدها بيسمعوا صوت الموسيقى اشتغل لوحده في المكان ولما بيروحوا على الصدى بيلحظوا أن الدمية لسه موجودة بتحاول أن هي تتكلم مع شان تفهم اللي حصل فبيحاول مايكي عرفها أن اللي بيحصل ده معهم مش طبيعي ولازم يخرجوا من هنا فطبعا بترفض حاجة زي كده وأن هي وعدت الأم تفضل مع الدمية لحد لما ترجع والطفل سمع كل حاجة ما بينهم في الآخر بيقرر أن هو يعترف بالحقيقة وأن كان فيه بنت من 20 سنة كان بتلعب دايما مع بيرامز لحد لما تخنقت معاه فيه وحصلت مشكلة بعدها الناس عرفت أن الطفل ما روحتش لحد بيتها النهاردة وكمان شافوا الجثة بتاعتها في الغابة فعرفوا أن الطفل اللي عمل كده فيها وقبل ما الشرطة توصل على القاس بنعرف أن المكان كله تحرى وبتحاول تطمن نفسها بالعافية وبترجع الدمية على الأوضة بتطلع على المكان والسرير وبتعرفوا أن هي بتحبه جدا وعرف أنه مستحيل يجي نحيتها ويأذيها وبترح على العلية هنا بتشوف السور بتاعة الطفلة وبتتأكد من كلام مايك أنه هو صاح وبيخلص اليوم لحد هنا والصبح بتحاول أن هي تكمل الشغل في البيت وبعدها بتسمع صوت حد في الصالة وبتكون فاكرة في الأول لنظام مايك لحد لما بتشوف حبيبة فرانك عارف مكان بيتها بيطلب منها ترجع معها تاني على المدينة وبيستغرب أن هي أصلا قاعدة هنا مع الدمية وبيتريق على العيلة المجنونة اللي عادة معيهم بيوصل مايك في الوقت المناسب عشان يوصل للطلبات وبيتكلم معها شوية عن فرانك وأنه هو خايف عليها أن هي تفضل هنا لوحدها فبتحاول أن هي تطمنه وفي الأخير بيخرج من البيت عشان يركب العربية وجريتا بتحاول أن هي تدي شوية تهدوم رفرانك وده عشان ينام بيها في الصغلة هنا بيعتزلها عن أي حاجة حصلت منه زمان وبيطلب منها تسمحه لكنها مش بتقدر تعمل كده وبيبدأ أن هو يتعصب عليها بعدها بتروحها للقوضة بتاعت برامس عشان تنيمه وبتطلب منه يفضل معها ويعمل أي حاجة وده عشان تفضل معها في البيت ويمشه فرانك وبعد شوية بنعرف أن مايك نام في العربية بتاعته قدام البيت وبنلاحظ حركة غريبة جوه المكان وبيلاقي دم على ويش وفرانك لما بيصحى فهنا بيكون مستغرب جدا وبيشوف دم على الحيطة وجملة مكتوب بيها اطلع بره بالدم وده بسبب الفران اللي ماتت بتقوله أن برامس اللي عمل كده وبتحاول أن هي تحمي الدمية لحد لما مايك بيسمع صوت الخناءة في البيت وبيطلب منه يطلع دلوقتي بسرعة هنا بيقرر أن هو يفسر الدمية عشان يخلص منها فبيسمع صوت جاري يجوج جدا جاي في الحيطة والنور عمال يطفي ويولع في البيت كله فبيقرب على المراية بعد لما سمع منها الصوت وهنا بيظهر شاب في العشرينات ولابس ماسك الدمية وبنعرف أن هو شكله متشوي وبنعرف في الآخر أن هو بيكون برمزه لسه عايش بياجم على فرانك عشان يموته وبتحاول جريتا أن يتدفع عنه بأي طريقة ومش بتعرف لحد لما فعلا بيخلص عليه بسولة قدامهم بعدها بيروح على جريتا عشان يخدها معاه لكن بيقدر مايك أن هو يلحقها بسرع وبيضربها على دماغه وبتحصل مطاردة ما بينهم في البيت وفي الوقت ده بيوصل على القوضة السرية بتاعت برمز اللي عاش فيها الفترة دي كلها وبتشوف الهدوم اللي تسرقت منها بتعرف أن هو كان برقبها طول الفترة اللي فاتت وكمان بتشوف الرسالة اللي كتبتها الأم وأن جريتا هتفضل معاه للأبد بعدها برمز يتكون وصل عليهم وكسر الحيطة وبيحاول أن هو يخلص على مايك لحد لما بيفكد الوعي وبيفضل يهدد في جريتا أنه هو لو مشت من البيت هيخلص على مايك حبيبها فالأسف بتكون مجبرة أن هي ترجع تاني على القصر وتلحقه فبتاخد معاه أي حاجة عشان تتفع بها عن نفسها وبتطلب منه يروح دلوقت على القوضة عشان ينام وفعلا بيعمل كده معيها لأنه تستغل الفرصة عشان تضرابه بالسلاح فبيحاول أنه هو يخنقه ويخلص منها لكن بتكمل عليه بالسلاح اللي كان معيها وبعدها بيقع للأرض عشان تاخد مايك وتهرب من القص وما حدش فيهم مصدق أنه ده حقيقي لحد لما شخصي بيظهر في الآخر بنشوفه قاعد بيصلح في الدمية مرة تانية وده معناه أن القصة ما خلصتش لحد هنا فبتساش لو حقبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو عندك أي اكتراح الفيلم رعبة وأكشن اكتبونا تحت في الكومنتات واشوفكم إن شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام